موسيقى حنفيا حنفيا يلي غبنتيني حنفيا حنفيا رغرام كرشاني وعمري غير اسمعيني دوقي كلامي وفهميني ما تخليش كلام الناس يفرق بينك وبيني هدا ماشي كلام الناس انا شفت كايني معها تضحك وتغني وانا ناري في قلبي حنفيا حنفيا يلي غبنتيني حنفيا حنفيا رغرام كرشاني بالنسبة لتجاوب جريمة الأغنية أغنية كانت تجاوب زوين يعني الحمد لله ويقوم بشيك يمكن بشيك ديت بالترب والأغنية المغربية الكلاسيكية ومن بعد كانت تلقيت مع دريس الروح وكان سمعني في حد الحفل وقلع من كونتاكت تعرفني من بعد الاسميتي الفكرة التي تتعامل مع اوميما جاءت عدريس الروح كنت تصل بيها باش نصوب لها أغنية يعني نكتب لها أولا حلها شانسان مع الموزع كريم سلاوي ستسال إذي صوبت لها شانسان كتبتها لحنتها سمعت لها عجباتها جاءت للستوديو وحطت صوتها ستسال ديبيو كانت غير هذه الفكرة من بعد تقترح لي دريس قال لي لم تحاولش تدير ديو مع اوميما وتكون شي حاجة مختلفة كانت ديما هذة الفكرة كانت ديما هذة الفكرة غير ما كان ندرس وكنشتغل أوميما ما كانش عندي فين الوقت فين نبدأ من كارير لا ماما لا بابا شجعوني حقيقة كانوا ديما كي شجعوني بحكم أنني كبرت معهم وكان هذة الحب الأغنية كانت ديما كي شجعوني بساف كان ندرس بأن الانتقاد حق أي واحد ينتقد شي حاجة لما كانش عاش بها من حقه أنا كنرحب أي انتقاد ما عنديش مشكل حيث ما الكمال هو لي الله كيف ما كيقولو ما بكش إنسان غاد يحط أغنية غادية تنزل مئة في المياه غادية تعجب الناس مئة في المياه ما كيناش عمري ما غا نرضى على العمل زيالي يعني بصراحة ما كيشي فإنني مكننا غادي على العمل زيال وانبوسيبل يعني وخا نخدم مع أمم خدم مع أمم خدم مع أمم عمقال ديما ما كنقولوا واكونا غير زد واكونا غير زد واكونا غير زد واكونا مادرناش هذه ديما دي كون كينا كبداية كبداية أنا كبداية آه لأنني ما كنش كن تصور شينهار أنني غا نخدم لما أستم هذي ولما أدري صروح كبداية مقتنعة بها تكشي كيبقى كيسيون ده استراتيجية الخدمة حيث كيلي كيرك يظهر على اليوتيوب أنا عندي نسبة مشاهدة عند الناس يعني من كي نخرج للشريع من كي نخرج في الواقع يعني في الديجيطال يعني أعطيه اهتمام دياله ولكن ماشي يعني حيث كي نناس تهروا غير في اليوتيوب ممكن نناس تهروا مع نمس واحد الحضور في حاجة أخرى من غير اليوتيوب والغيزوسوسيو أنا مقسم النجاح ديالي في عدة أشياء في الميراجانات في الحفلات في الغيزوسوسيو في تلفازة في الراديو في الميراجانات يعني ماشي كي ندوز غير في اليوتيوب و بس ولا تشوفني في مفتاح أخرى بالنسبة للإنسان اللي عنده غير اليوتيوب بحضورة يزمنه كي يحط قاعد طاقة دياله قاعد الفلوس دياله قاعد تكمام دياله غير في اليوتيوب أنا اللي عندي واحد لابتكاريو يعني الميراجانات يعني الراديو تيلي بعض الأحضور وبنسبة للأرقام وبنسبة للرقم ما كان كي حدد النجاح كي حدد الديسك جديد دياله إن شاء الله سينك جديد اللي غاد يخرج قريب بوق يغنصورو له كليب تياله قريبا يعني فاد الأسبوع اللي جاي مع المخرج أنور المير لاشرصو كلمته الحاني وتوزيع كاريم سلاوي كيف حدد النجاح جوني بعد الاقتراحة الدابة مي بيسكو بديت أنا مع ناس عندهم وزن في الصحة الفينية نبغي نكمل بحلقة دا لونك غن ناخد وقتي باش ناخد القرار صح لا أنا سريباتي وحاليا ما مرتبتش لا معنديش مشكل صراحة إذا كان إنسان مزيانا أو كان يعني إنسان مزيانا وسط فني ولا غير فني سمو 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 ناد أعطي كيترحي هات سؤال بزاف ويا أي فنان مغربي يعني غاي غاي قليا الشرف أناني نتعامل معه غير اللي طب جاية إن شاء الله غان نفضل نكون بوحدي أنا مكن غنيش في مراق السليليا يعني مدرتشة في البداية ديالي مني مكن عندي أولو جيبي أما ما عنديش شي با كونتر اللي سألالكل لها أنا داك شي أرزاق ودك شي بنادم يعني مانش نقدر نقول لك أنا بنادم اللي كي يغني في مرق زما في بوات دونوي ولا في كاباري غادي نقول لي نو نو أنا ما ماشي ضد الفكرة بلاكس غير هو بلاكس كانش رجع كل واحد خدم بزاف باش يوصل للحلم ديالو غيروا أنا يمكن شخصيتي ما كنشوفش راسي في الملاهو أنا ديسك سوين مختلف على الأغاني اللي كان دار سعد عنده واحد الشكل ديالها اللي هي سيبغي ناقص منا واحد ناقصة الوريجينالية بالنسبة لي أنا حيث ما كشبانش يعني ماشي هي المعلم ماشي هي أنتي ماشي هي الأغاني اللي تشربة ومسعد ولكن كنقول له تبارك الله عليك حيث أشعروني يا سوينا بحقا آه دكور اسمي سبانة الدنيا آه او ماذا كنت أقول لك أغانيه عجبني بالريات USB بغي يدر شي حاجاته جديدة حتيم إيضار وغي يدر وغي يدر السنوات الآخيرة حتيم إيضار بغي يدر واحد الاختلاف أنا 6B بحالي يعني الموسيقى يعني كين اختلاف اه يا حلو ام سليني يلي بنار الهاجر كويني ام للموناء يا جميل واسقيني يعيني من كتري خوفي عليهم ما بنامشي شكرا لجمهور السلطانة شكرا للسلطانة لها الاستضافة ونتمنى ان انا اخفاف عليكم في هذا الحوار وانا الاغنيات اعجبكم وشكرا وكذلك اشكر جمهور السلطانة والمتتبعين للسلطانة والفيدال للسلطانة المجلة الالكترونية الناشيطة يعني تحاول تصدف النعنا وتكبر بهم وتتوصل للجديد ديرهم الجمهور المغربي والعربي والمغاربي يعني تحية لكم وتحية لناس الطاقم ديلكم والتحية لناس يصارين على هذا المجلة هدي والنجاح وديمتنا الجديد ديالي والجديد دير اميما على سلطانه قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا فلاشين يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع صاحبكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تدير الجمهور اشتركوا في القناة